سأترك وهي شير سكرين وهي شير من الشاشة محاضرتنا اليوم سوف أشرح لكم ما اسمه ما هي الرائي لست هي الرائي العادية الرائي العادية لما بلشنا في الدرمجة فيها مشكلة ما هي المشكلة؟ الرائي حجمها فكست ما يعني فكست؟ ثابت يعني أنا مثلا هون هاي في مثالنا تبع المرة الماضية تبع الامفلويد لما عرفت الرائي قلت له هو أنا في البداية قلت له قديش حجمها؟ خمسة خمسة طيب حلا لو بداجي أحكي كواقع عملي كواقع عملي الرائي فيها خمسة يعني ماكسيمام السيستم تبعي قديش بقدار يدعم خمسة طب معقول بالحيال العملية انه بس عندي خمس موظفين والله طب جبنوا موظف سادس روحوا نادوا شركة البرمج السورس كود لا يعطل الشركة يعطل الملف التنفيذي ما بيقدر عدل على الكود بروح بنادوك والله ضفنا موظف جديد تعال عدل الكود هذا خمسة صارت سبت ضفنا كمان موظف آه والله نادوا باسم آه والله تعي غاسم صاروا سبعة في شركة تشترملك السيستم هذا طيب شو كنا نسوي زمان في ناس كان يقول لك اسما أنا ببلش الرائي بحكي انه انت ماكسيمام قديش بجيك ألف موظف يعني هاي الأرية فيها ألف موظف انت عبهد ما بدك بكون حاجز اللي هو آخر اندكس وين موجود في الموظف الباقي فاضي برضو هذا كمان يعتبر غلط في ناس تاني شو بتسوي الأرية لا يمكن تغيير حجمها بعد حجزها يعني لما قل له خمسة خلص خمسة بدك تكبر هادك ترجع تفتح طب بدك اعملها داينوك انه لحاله السيستم يصير يكبر شو كنا نسويه؟ قلنا لما نضاق موظف جديد نعمل أرية تانية نطلع كيف كنا التفكير نعمل employee جديدة يعني دا رجع احكي هون هاي employee وصميها تم مثلا AR شو يعني داما لما نحكي تم بايش المقصود فيها؟ موقع تنا احكيها تساوي نيو employee برضو ناس الشي واحكي تساوي طلع شو اكتبلو هون انا تساوي ARR ضد ايش لينش زائد واحد واحد بللي شو هاي؟ يعني انا اللي كنا كيف نتحايا الزمان هلا ابدأ اضيف موظف جديد شو اساوي ARR مؤقتة ARR مؤقتة ARR مؤقتة وحجمها نفس حجم الأديم ومضاف له عديش؟ واحد والوحد طيب بعدين ااجي امسك الخمسة اللي اهدام اللي كانوا هون وين انسخهم؟ في التم واضيف السادس عليهم والوحد طيب بعدين ارجع اهدم هاي وارجع ابنيها واسعها هديش اقول قيمتها صارت بدال خمسة ستة وانسخ التمب عليها هي كنا نشتغل فهذا حكي عليه عبئ طب اذا السيستم تبعي مثلا فيه ألف موظف كل شوية انسخ عشان اضيف موظف اسحب الألف على التمب وازيد عليهم واحد وارجع ابني واحدة جديدة بألف وواحد موظف وارجع انسخ كل شيء عليها هذا عبئ كبير على الجهاز ومشكلة كبيرة على الجهاز هذا رح يزيد حجم الكور يزيد حجم استهلاك الرام ما تزبط هذا العقل فتم تطوير في البرمجة قرية جديدة نفسها نفس الاريال العادية فيها فنكشنالة أعلى مين هي؟ اللي هي الاريالست الاريالست هي زيها زي الونداي ميشنال الاريال العادية بس من يزيدها انها مش فكس حزمها مش ثابت حزمها شماله؟ داينو تغير بتقدر تكبرها وبتقدر تزغيرها واحد يقول لي كيف يعني يزغيرها يعني نرجع للمثال هذا قلتلك حدفنا موظف فبالتالي مثلا كان حجم الرية مثلا زي ما كنا في البداية الخمسة حدفنا موظف دايني تحكي لي إيش؟ شهروا أربعة طب الرية بعد ما حجزتها ممنوعة غير حجمها فبدأضطر أنقلها على تمب أصغر بخانة أنقل الأربعة اللي بدي إياهم وأستثني اللي بديش إياه على تمب هدول بعدين أهدم الأصلية أرجع أبني واحد جديد بحجم جديد من أربعة وأنس أخذلك عليهم كانت العبدية كومبليكس طب شو الحل إلها؟ أجا إيش اسمه؟ الرائلست الرائلست هي نفس نفس الرائل العادية هاي الرائلست خاص نص للأوبجيكت يعني تحط شوية داتا إنتجر أو دابل أو كذا تحمل أوبجيكت هاي هدفها بالأساسي فلاحظ هون الرائلست طبعا هادا كلاس جاهز في جابا وعملين لك كلاس ساحل عليك بدل من تكون شوية تعمل تمب ونزخ ونقص وزيد ما فيش لك بهذا الهدفك هذا الهدفك وماهلك هاي شي جاهز أش اسمه؟ الرائلست من هاش حاجب من البداية تكون فاضي تقدر تصير تزيد عليها تقدر عشي تسوي تنقص منها تقدر تعمل عليها عدة شغلة هلا بورجيكم هاي تعريفها طلع فيها أوامر جاهزة منها عاد أبجيكت دفلي أبجيكت في آخر موقع فيه على آخر موقع أو ضيفه في الموقع اللي فلان وعمل شفت للي وراه فضيها تدور انه هل تحوي الابجيكت هذا ولا لا بترجع لي true or false هاي مثل جاهزة جوا لكلاس جيت جيب للأبجيكت في الموقع اللي فلاني في الرائل index of object هلا الابجيكت موجود في أنو موقع is empty هل هي فاضيه ولا لا هاي أوامر جاهزة كلها من شو شو أحيب أقول لأحد طيب حلو هلا عشان تفهم معك هاي بدي أبلش موضوع جديد هاي new project هاي java java application هاي بدي يكون لسن قديش هاي سكشن 2 هاي سكشن 1 هاي سكشن 1 هاي examples هاي بدي يكون لسن 10 هاي بدي يكون لسن 10 هاي هون دسميه هاي بدي يكون لسن 10 هاي بدي يكون لسن الإر perfection هاي سن 10 هاي بدي تسمين R list اللي هو ArrayOfObject عادية مش عملنا كلاس اسمه employee هذا فايل في المشروع السابق بده اجيبه على المشروع هذا عادي تيجي عليه رائتكليك طبعا هاي رائتكليك شو بعمله اسرع طريقة طبعا فيه import export بتغلب اسرع طريقة ماذا تعمل له؟ تمام وباجي على نفس الفولدر هون اللي جديدة هاي رائتكليك هون شو بعمله ريست هم ملاحظة هلأ في بحكي لك refactor هلأ شو الفاكتور بديش اختار الفاكتور انه هو لحاله يعدلها انا بدي اعمل له هون بيست كوبي يعني المسخد الاصل عنه رح تصير مشكلة و الواحد هيك لما انقل لهم دائما بتصير مشكلة قالوا شي المشكلة و الهلاأ لاحظ هون بس كتعريف هانا هذا الكلاز ما في مشكلة في الكلاز بس المشكلة وين بالباكج هاي هذا الكلاز لما بنيته اتعرف للاسن تسع احنا طب هون لسن ايش ناشرة كل بساطة عشان تحلي المشكلة ليها يلاحظ هاي الماني كلاس الماني كلاس يتبع لباكج شو اسمها بس ناشرة بنسخر بودها بس قل له هذا الامبلي يتبع لنفس هاي الباكج عشان يفهم نتبع لنفس هاي الباكج اشطب لسم تسع او اش حط محلو خلص صار يتبع لها فش داعي ترجع تقعد تكتب هلا في ناس بقول لك ما زبط معي فبضطر ارجع اعمل كوبو بيست للكود واكتبه بيدي بسير حر متضيع وقتك اذا كلاس كبير راح تعجز انا لا يعني خلت اللي كلاس من هون اعملت اللي كلاس من هون كوبي وعملت اللي كتابة وعدلت ايش الباكج بس صار طيب على هاي وقموره تمام يعني هل لو اجت هاي الريلست ها لاحظوا لو اجت في المين هون اجتلو مثلا بدي امبلييه مثلا هاي امبلييه واحد شافه مباشرة اسمه ويساوي نيوب امبلييه بدون ما اكون انا كاتب كلاس المبلييه اعملت اللي كوبو بيست هاي على الديفولت مثلا وهي system.at هاي عشان تشوط معاي انه طبع ولا لا كل الفنكشنال التي كانت هناك هيا موجوده ها اه احمد اسأل هاي اطبع لي الموظف الديفولت فانا كلاس المبلييه يجبته اه احمد اسأل دكتور هاي عمله اكستند مثلا من بروجيكت لبروجيكت ثاني وهيك لا لا هاي متعقد الامور طبعنا ما بدي اكون بروجيكت ثاني يعني اذا كتعمل له اكستند لازم تشتغل على البرنامج يكون عنده ايش اه طبع انت انت يعني بالله بدكتو عديد لا احنا الاسهن الاسهن البروجيكت هاي في مثلا 100 كلاس هروح انسخ الميت كلاس عشان بدي كلاس واحد ولا ااخد بس هذا الكلاس وحطه في مشروعي بس بتواخد هذا الكلاس هيك لا صح هلا نعقد نعقدها بس لقدام بدخل فيه لما نبلش في الانهيريتنس وارجيبكم كبان كبير شغلات الأسلس دايما انا بدي كلاس فيو مثلا بدي عفوا المشروع فيو ميت كلاس بدي كلاس واحد او تنين او تلاتين مش اروح استورد كل المشروع بقدر اخد اللي بدي اياه وحطه في مشروعي خلاص تمشي فهمت علي هيك لا صح هذاك بزبط بس زدت عبل على السيستم انه جبت ميت كلاس فأسرع طريقة لنقل نقلت من هنا كوبو باست وهم ملاحظة بس إيش العدلته اسم الباكيج عشان يفهم الكمبيوتر انه هذا يتبع له الباكيج نبعة المشروح هذا فقط ولا قاعد عمل اكستند ولا على بالي طرص ريح أسرع طريقة وأسرص طريقة هالي ستريت فورورد هل هم فيه بيجيبول لغناس روح قامت فعل يعمل امبورت و مش عارف شو بشعب لما عملت ريتك لك بيست فيه الريفاكتور الريفاكتور اللي هو تلقائي انهم نجد اشي يسوي يعدل اسم الباكيج بس وانا عملت 8 يول عشان تشوفوا طيب والله حل طيب والله حل طيب والله حل اليوم بدي أعلمكم شغلة حلو خلينا بالله أسكر هادول كلهم ها هاي ريتك لكي وكلوز عشان أورجيكم شو بنا نسوي اليوم بدي أعمل هاي اللي هو اللي هو اللي هو اللي كلاس تبع لي نفسه نفسه بدي أضيف فيه مثود brand table header مش المرة الماضية في المين هناك في المثال تبع لسن 9 وارجيتكم كيف تطبعوا جدوى المرتب عملت فيه table header وفيه as formatted draw انه أطبع الموظف كايش كسطر هلا تسترين تطبع عدة أسطر الformatted draw تطبع كسطر بس عشان السيستم يكون حلو فبدي أضيف 2 methods هون واحدة بترجع ترويسة الجدوى لحالها هلا بورجيتكم ليش حطيتها لحالها واحدة بترجع معلومات بموظف كسطر نسق على هاي الترويسة كسترين اقول لي طيب بعدين بعدين بدي أعمل سيستم بهذا الشكل يعني أول مشغل برنامجي مش زي هناك يلا بلش مباشر عبي بعدين اطبع بعدين رتب بعدين وجد ما شو ملاقي عبي بدي تطلع لي مينيوم يسألك شو حابب يتسوي اذا بدك تضيف موظف جديد اشئك مثلي واحد وروح وضف لك موظف بدك تطبع كل الموظفين مثلي كنين وروح بطبع لك كل الموظفين اتحدث موظف معين مثلي ثلاث شو سرت أعطي لليوزر عملت له مينيوم انه احنا كل البرامج نشتغل فيها نسميها sequence يعني زي ما انت كاتب له بلش ينفيت فيهم واحد وراء الثاني طبعا انا شغلت السيستم ما بدي من البداية عد ادخل بدي حر انا مثلا من البداية قبل ما ادخل اي شي بشوف مين موظفين موجودين بدي اعدل عواحد منهم مثلا ارتبهم انا مش بالضرورة دائما تسلسل لازم ادخل لازم مثلا اطبعهم كلهم لا حر ضح تلاليوزر خيارات اذا تطلع شو يسألك هون سفر اجزة تطلع برقامج وصلت الفكرة طيب تعال عشان تشوفوا معي في اسئل احمد في سؤال رافعي دك انت في سؤال ولا ممر القديمة لا لا والله ممر القديمة بسرع طيب تعالوا نشوف معي اول اشي بدي اضيف على كلاسي print table header وبدي اضيف print employee as formatted row تمام فهدول بدل مرجع اكتبهم طلع احنا موجودين معانا في الكلاس الأديم شي حطراهم في المين هون انو كيف نطبع format بس هلا هون تطلع وطلع شو يسألك او خاص دخلي هي جملة طبعية هاي table header هاده table header بدي اخذه هاي بدي اخذه وطلع شو يسألك اللي هو تبع employee اللي حطيته هون بدي ااج احكي هون هاي للتسهيل عشان تشوف ما ياوزه خلينا اعضبه عشان اتاج عن employee هاي تحت string خلي عشان ميزه مثلا حسب هاده احنا شو سميناها print table header وهاي حاطت تحت منها خط شو معنى تحت منها خط يا شبان static ليش؟ لانه كل الهدر اللي هدر اللهم لتقسيمة الجدول الثابق فبالتالي باج بحكي هون public static مثلا void لانه هي وظفتها تطبع مثلا اسمها print table ليش حطيتها static لانها مشتركة لكل الموظفين نفس الهدر لكل الobject فهي بعمل هون control V وشو اسمه يعني واحد بقول لك هلا بما انها static طلع لو اجيت هون انه ها لسن 9 هاي لسن 10 مثلا هون هون لو اجيت هلا هي قلت له مثلا بما انها static شو بقدر احكيله روح على employee قد لاحظة لا print table header لانها static data بس اعمل رل شو طبع لي number name salary مثلا هاي تبليها طب ثوانا اشوف الدكي منكم print employee as formatted draw هل احطها static print employee as formatted draw هاي لا لا دكتور ايواش لانه كل employee الو رقم خاص فيه الو salary خاص فيه الو net salary خاص فيه طيب قولي واحد حلو تعال اوارجكم لها بدال معه اغلب حاله اذا روح هون نفس اللي اخذناها على printf مش هاي اللي بتطبع المعلومات من الموظف ايه ناخدها copy او خلينا اخدها من عند السميكولم ايه كوبي انه الموظف واحد انا بدي اربع بoubt فا قولي واحد طيب دعل يشوف على داعاتي هون داعاتي داعين لقد عزيكون شابه تطبع ايه ناخدها متاعاتي ايه لا لا يقدر لانه Chun ابش Alliance P as formatted هذا 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 لا يجب أن يستدعيها لا يجب أن يستدعيها طبعا لو أجيت من هنا قالت له إذا كنت أحاول إذا كنت أكتبه ملو ب أكتبه مباشرة ملو إنها تعتقد أن الجاب على أحمر لماذا؟ حسنًا لا يجب أن أستدعيها لا تستدعيها إلا إذا كان لديك محجوز محجوز وإن هذه اللحظة ليست محجوز و هذه الداتا ليست مشتركة. كل موظف له داتا خاصة فيه. كل موظف شو له؟ داتا خاصة فيه. ضفتهم له مثلا اخذنا المرة الماضية كمثة جاهزة في كلاس عشان اريح الناس. او ارجعك نوع الدرمج. طب انساني. بدي في البداية طبعا هاي هون. ساعتك هاي ساعتك. سكانر بهذا الشكل. اسمه input. و يساوي new scanner. من السيستم. ضفتهم. انا بدي كالتاني. بدي مشروعي من البداية قبل ما بلش في هدول بدي اعمل هاي المليون. بدي اول ما يشتغل اليوزر ما يبلش مشروعي نفذ اوامر. لا انما يقول لك اطبع لك هاي شو حابب تسوي. والله حابب كذا 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 كذا. فبدي ايش يطبع هاي المليون. هلا ذكي. يعني هاي الطلعات اخدها هون هي copy. تمام. وهل داجي هون في الميل. دا احطه معا لك لا اكتبهم فيه. بدي اطبع هاي. فالذكي بشو بيجبول. يقول لي عمي بسيطة. اكتب system. سوري. بدي اطبعها عادية. هاي هذه. دا شلكت من هون. شلي هدو رجحه فيك. بدي احطها هون. هاي الجملة الاولى. بالتانية. خلينا اصير اخدها كوبو بس اسرع. هاي كوبو. خلينا احطها عند كل واحدة. هاي بيست. خلا بعد البقية. هاي بيست. هاي بيست. ناس اخد double quotation. يلا بسيط. هاي بيست. هاي بيست. طبعا انا باورجيكم كيف نصير نضيف على المنيو. هاي بيست. هاي اللي هي تطبع. بس تطبع ترسم المنيو. فاللا هون. هون. طبعا ننسيت احط double quotation. هاي double quotation هون. double quotation هون. double quotation هون. ها أساس لا قدام في الامتحان اذا كنت لكم اعملوا منيو. لا تعد تكتب النصوص خدهم كوبو بيست. تعدل زي ما اعدلتها. هاي ها دي. هاي copy. هاي paste. control عندي بتعلق شوي. control V. control V. control V. مهارات الكتابة هاي اللي يزر تستخدمها هي تدل على انك بني آدم هاي لك فترة بتشتري. اللي بيجو بيقابلوك بشوفوك مثلا. تعرف تكتب زي هيك على السريع copy و paste. استخدام الكيبورد. مش اللي شي اسمه الماوس. تقول لك هذا عمي جيب لي ايا. هذا بقي شغال و تعبان عحالي. اللي بوعد يدور على الاحرف. وبدو عشر ساعات يسوي الشغلة. هذا بعطي feedback عنو. انو انا لسه ما عندي خبرة. لسه بدي اشتري. واحد يقول لي. اول ما شغل البرنامج يبعلك هاي الميديو. شو حابب تسوي. كده 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 كده. اول فكرة. الذكاء وانت بتشتغل. لا تحط الكود في المين إنما. مثل. ايواش. فانا اطلع هاد الكود بدال ما هو مكتوب في المين. عشان انظم شغلي. كونترول اكس. بدي اعجي اعمل هون. غير بدي اعجي اعمل هون. اسمها مثلا. هش اسمها. شو بتسوي هاي الميديو هاي ها. هاي هوا. بدي بدا الشكل. طيب. اقول له هون بكل بساطة. بستعي درو منيو. خلاة هاي هون. ستة. يعني اول ما يشتغل البرنامجي. سأشملك هاي المين. طيب. اول ما حل. طيب بعد ما ارسم هاي المينيو بدي اليوزر يدخل خيار انه انا مثلا والله بدي اضيف موظف بدي اطبع موظف بدي احذف بدي كذا كذا الخيارات من واحد لخمسة صفر للخروج وانا بقول حكي لك انتر يور شويس دخل الخيار تبعك طيب كيف ده اقرأ الخيار تبعي كل واحد بكل بساطة بكل بساطة اعم نشوف هاي المينيو بتضلها تطلب منك اشي معين لحد انت تخرج لما اشتك مثل اليوزر يعني هاي المينيو بدي اطلع كيف ده اصويها الذكي هاي المينيو بتضلها تطلب من المستخدم انه شو حابب تصوي كتبت واحد بروح بخلينا اضيف موظف بعد ما اضيفه ما بطلع شو برجع يسوي يرسم لي المينيو بعدين قلت له مثلا والله بدي احذف موظف كتبت له ثلاثة بطلع لي الكود تبع حذاف حف الموظف قول يدخل مثلا رقم موظف بريحذفه او اسمه واتفر شو بتات تمام بحذفه بس يحذفه ما بطلع برجع برجع برسوم لي المينيو يعني بحضله يرسم في المينيو يرسم في المينيو يرسم في المينيو لحد ما ايش ادخله صفر طب هادا الحكي كيف ده اصوي دكتورو مش لازم تقطعها يعني او تعملها زي بريك يعني حيلو هادا البرنامج ما بنتي الا لما دخل الخيار قديش صفر وطلع شو بتسويه انتو ذكيين بما ان المدخل رقم انتو اسمه choice ويساوي في البداية عبدالش يا شباب في البداية عبدالش يسوي اي اشي عبدالشي قيمته مينيو صفر واحد وهو ليس موظف موجود في كل المينيوم هلا هون ده اقول له اخدتو في البرمج ايش اسمه دو وهي بيجين وهي انتهى هون وبدأ اجي اكتب هون وايل اجيز لا يساوي صفر اسمي كولد اش اخدتو في البرمج اشي اسمه وايل والاشي اسمه دو وايل شو الفرق بناتو والله يا دكتور ناس صراح دواي الدكتور بظل صراح والمر بسمع فيهم دواي دكتور انفنتي لوب اللي من سميها سنتينال لوب مش انفنتي سنتينال لوب في كاونتر كونترون حلقات الدوران للعلم بالشي يا شباب للعلم بالشي احنا بنحكي معلومات حلقات الدوران نعيم اما تكرار معلوم يعني بولك اقرأ خمس موظفين عارف عدش العدد دقرأهم خمسة هذا بعمله كاونتر كونترول انه زي الفورلو عدد من واحد مثلا خمسة او من صفر لأربع هذا تكرار معدود هذا ما تسميه كاونتر كونترول يتم التحكم في التكرار من خلال كاونتر طيب في تكرار غير معلوم عدد تكراراته له زي مثالنا هون انه بظل يدخل أنا الخيارات البدية هل حد ما أنا والله يا خلاص بطلع بك بالصفر او بقول لك خلي اليوزر بظل يدخل أرقام او قد ما بده لحد ما يدخل قيمة سالة بيطلع كم من مرة بدي أكرر هاي الشغل ما بعرف هذا ما نسميه السنتينال السنتينال اللي بتستخدم فيه الوائل او الدو وائل هلا شو الفرق بين الوائل و الدو وائل هما للسنتينال لوبس بس الوائل بشيك قبل ما ينفذ اللوب بشيك على الشرط قبل ما ينفذ اللوب الدو وائل رح ينفذ على الأقل مرة واحدة وبعدين بشيك يعني الوائل بشيك في البداية قبل ما يدخل على اللوب بشيك على الشرط انه موجود انه تروب بنفذ مش تروب أقلع الدو وائل بنفذ جسم اللوب على الأقل لمرة واحدة واخر ايش بشي هل لوحد قلت ليش استهدمت الدواء لانه انا على الاقل بدي اطبع المينيوم لكم مرة على الاقل بكل رن على الاقل كم مرة تطبعها مرة واحدة فقلت له اول ما تبلس يفترض انه الوصف سالب واحد او اي قيمة من تقيها ما عندي اشكالية اي قيمة ربش شامل محظوه لانه راح اللوب ينفذ على كل الاحوال بيطبع المينيوم بعد المينيوم هون طبع شو بدي اقول له لكي تكونوا تدقيين معي بدي اقول له choice يساوي input dot next ايش انتجر يعني انا خليته choice يبلش هون برابش data او حتى لو ما اعطيتوش قيمة ما انتش اعطي قيمة حر انا بديش اعطيه ولا بالمرة ولا اي قيمة بقول له تحجز choice ما له قيمة بلش نفذ هذا اللوب لوه على الاقل مرة واحدة بلش رسم للمينيوم هلا بعد ما رسم المينيوم شو سنى مني ادخل القيمة على القيمة هاي ادخلت واحد بيجي هون واحد لا يساوي صفر انت جاوب ككمبيوتر واحد لا يساوي صفر true ولا false true true معناه true true نفذ يعني هاي الدول نفذ طالما انه الشرط ليس يساوي صفر فلاحظ يعني طالما هاي F6 عشان شوفوا معي رسم المينيوم قلت له مثلا واحد هلا المفروض بس اكبس انتر على فرض اني كاتب كود للواحد نفذلي كود الواحد وايش رجع سوى طب ثنين طب ثلاثة اربعة اللي بده كياب رح يضلوا طول ما انا عكبس ارقام وديبر سبعة عشرة سبعين اتنين وسبعين كده بظلوا ينفذ انت بيكسر اللي هو قادة بس لما ايش يدخل هيدخل صفر اهي انتر شو سوى طلع شفت كيف تعمل منيوم شفتوا كيف تعمله منيوم انه ضلها تكرر نفسها لحد ما اليوزر دخل قيمة معينة انه يطلع هاي نسميها الوايل سنتينال اعبت براجع لكم انا شكلات من قبل اخذتها المفروض في مبادئ البرمجة هاي مفروض وماخدها انا شرحتها لقل الله بالوايل تمام هاي بتلزمة وحلو انك تشوفها هون حتى لو مش ماخدها تشوفتها دوايل نفذ على اقل مرة واحدة وصوي هذا طب حلو حلو بدي بعد ما ترسم مني ودخل تصير تقول لي مثلا انت اخترت مثلا انه ضيف اطبع موظفين كلهم احدث الموظف عدل الموظف ركب الموظفين سووا اي اكش معينة كيف دازير انطق الشوئس الاخد البيوزر وقرر شو اصوي فيه هلا ركزوا معين تقول له اذا اخدت واحد مثلا ضيف موظف اذا حطيت اثنين اطبع كل الموظفين اذا حطيت ثلاثة مثلا احدث موظف اذا حطيت اربعة رتبهم اذا حطيت خمسة مثلا اذا حطيت برا الرينج اقول لي كيف يعني برا الرينج وانا الخيارات ايا واحد ايا تنين ايا تلاثة ايا اربعة ايا خمسة ايا صفر عندي ست خيارات اذا الادخال كان خارج هذا بدي اطبع له مثلا اعيد الادخال ما في عندي خيار بهذا الشكل هيا سبوطيش اخلي اعيد الادخال مدخلي يعيد الادخال ما هي ايو بدخلو هلأ هو رح ايضلوا يعيد الادخال لحد هيدا وقف لما ايش نحتل صفر فرح يضلوا يعيد الادخال لما اعمل الف ستة اضل منهون بكرة الصباح اي تلاهة عربعة خمسة ستة سبعة تماية تسعة عشرة شو ما بدخل بيضلوا يلف 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 ما رح يطلع إلا لما ايش ايش نحتل هذا اللوب تبعي هذا سنتنا اللوب اسمه لوب تكراراته مش معروفة مشروط توقفها مش على عدات بعد إنما مشروط على قيمة الإدخال قيمة الإدخال اللي بتخلي اللوب هذا يكسر لما الوزر إش يدخل صفر هذا راح يضم يقرأ يقرأ لهو لأبد الآبدين لحد ما الوزر إش يدخل له صفر بطلق طيب الوحد حلو طيب هلا التكائل اللي بدأ أسويه إنه بدي لما أكبس واحد يسوي إشي لما أكبس تانين يسوي إشي لما أكبس ثلاث يسوي إشي كيف بدأ أقرر هذا الحكيم سيروح لولي حط F-statement بلو بيزير الأذكى من هيك المدى تبعك راح تدخله إنتجر ولا مش إنتجر؟ إنتجر حلول طب المدى الخيارات متصلة ولا منفصلة؟ ها سومك أرقام متصلة على المدى منفصلة خيار واحد خيار لحاله، خيار اثنين لحاله، شون استلافي لحاله فخيار إنتجر ومنفصل مباشرة فخيار إنتجر بجملة شرطية سيروح قرر لك أنه أنت تطبع، أنت تكضيف، أنت تتحدث، أنت تحذف مباشرة، هذا ما بحلو بيف لماذا بحلو مباشرة الذكية؟ سويتش، وانتظر هون أبهاجي هون، بعد الحال، أعلم كيف تعمل مني ومرتبه أقول لك أعمل لي سويتش بناءًا على مين؟ أتخذ وهي بقينه أنت للسويتش لقد أعملها لسا، لن نعلم لها لسا، لم نقلها لسا، لن نقلها لسا أنا أتفقد أن تعمل مني حلوة، مرتبة، تطلع مشروع طيب، كيس أول كيس، أول سما رعبه، أنه ما يكونوا choice؟ واحد، خلينا هون، آجة، كيس أول سما رعبه، أنه شغاله ألا واحد، حسب خيارنا، شو قلنا؟ أدن يوم بلد، ثلاثة ديليت، ثلاثة ديليت، ثلاثة نعمل هؤلاء التلابه واحد، إنه هون انت يو، مثلا، خلينا زغر نزوم عشان يو، سيليكتد، مثلا، أد، نيو، امبلوي مثلا هيك رسالة توضحية عشان نعرفش ودايما كل سويتش، ايش بنهيتها كل كيس؟ بريك، طيب، لما أحكي له سوري، الموصف عند الضلاطة ديليت، هاي 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 كوبي، هاي، دا جوا، فون، هاي هاي بيست هاي بيست، كيس اتنين، قلنا، يو سيليكتد بهي مش هاد، بريك، 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 ب لحبت الكيس كلها عندي كيس أربعة كيس أربعة الأربعة أو خليني بله أحطوا الأرقام هلا بنعدلهم هم عندي ستة كيس وكيس خمسة وكيس الأخيرة هلا بعدل المحتوى تبعها كيس الأخير هون هاي هون كيس الأخيرة كيس اللي هي أشي تكون السفر والذكي 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 في ديفولت والذكي في ديفولت الديفولت إنه البيوزر دخل مش ضمن هدول الخيارات دخل قيمة سالبة أو دخل فوق الصفر فوق الخمس عفوا طيب عشان تفهم معي أكتر هلا إحنا الخيار الرابع هاي خلينا سرخدهم كوبي بس هاي كوبي تعال نشوفون هاي الخيار الرابع هون هاي 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 خيار أربعة إنه هون حكينا هاي هاي بيست اللي هي سيرش فور آني دوي باي نمبر خيار خمسة اللي هي سورت هاي خيار خمسة سيلكتد هيا حطه هون صورت وخيار ستة صفر عفاً مثلاً تو إكزيت دا بروك ها الخيار السابع اللي هو هلا بدا جيبه حطه هون سيستم بتعطي تبرينت لاين نو ساتش شويس ما في عندي بهذا الشكل والدفولت فش داعي تحط لها بريك لأنه طبعاً هون هاي إنترى السويتش سابقته هون سيزيحة هاي إنترى السويتش وحب بولي طيب طيب يعني هاي سويتش بلشت من هون عندي ستة احتمالات ممكن ندخلهم الوزر اللي هون من صفر لخمسة تمام هاي الصفر وواحد وواحد تنيه ثلاثة أربعة خمسة والسابع انو يخرج عن الكيس إزا هدول فبول واحد طيب يعني طلع علا اشو اللي صار في ستة لما هاي خلينا وسع الشاشة عشان شوتهم هاي طلعتلي المينو شو حابه بتسوي مثلا قلت له بدأسوي إضافة فبس أكمس واحد اللي يوسيلكتد آد اليوم بيه هل أبعب بيها طبعا كود زي ما بديه ورجع نفذ مثلا نفرض انه نفذ الكود تبع الإضافة ورجع عش رسم لي المينو اللي شو بدأك تسوي مثلا هاي تكمل عفوا هون هاي تينين تينين ايش قللي اللي انت دك تطبع كله الموظفين طب تلاتة اللي انت بدك تعمل خمسة شو بدك تسوي انت بدك تعمل صورت طب قلت له عشرة ايش قللي طب قلت له مثلا سالب خمسين شو قللي رح يضل يقرأ مني قيم ما رح يطلع إلا لما ايش اكتب له يا شباب طبعا شو قللي قللي يو سالك تدتو هكتب البرنامج هلا هيك صار كاكونشول أبليكيشن سيستم ولا مش سيستم مبدئيا كهيئة عامة هادا ولا يمكن لنا اشتغلوا قبل ها قاضي كثير ها قاضي كثير ها قلت لكم بالسوق في كتير ناس بتعرف تبرمج بس ما بتعرف تسوق ما بتعرض للناس لازم تتعلم انت كيف تتسوق تعمل هيك برنامج عن جديد فليكسابل انه والله مش داما كل معبرون لازم عبد الموظف عمينا ما بدي عبد الموظف طبعا عن عندي يصار متين موظف بدي ابحث عنهم بدي عبد الموظف كده 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 معاي لحد هون في اشي تركي كله ما اخدينو هذا انتو من قبل بس نستقل لك يا في مثال انه ايش يعمل يعمل سيستم حلو طيب قلو احضر هاي عملنا مليون برتب وكده والامور ده ساعة ثلاثة لتوله طيب 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 هلا اليوم اليوم بدي اعمل السيستم يصير يخزن البيانات في الري طب هاي الري هلو في واحد بيجبول اعملني زي المرة الماضية مثلا هنا في البداية بعرف الري فبيجبولي مثلا دعم ام بلوي ام بلوي ام بلوي ام بلوي اسمه اي ار ار وهو اري عادية يساوي ام بلوي مثلا من عشرة وقفح طيب حلو ها لاحب لما عملت الفست هاي اشتغل السيستم تبعي اه اشتغل طب هلا السؤال تسألك يا لو كبست اول مرة واحد كان فيه كود انه عبي الري فانحجز كم اوبجيكت في الري هلنه واحد تسع طيب لو عملت تسع مرات اضافة شو صارت الري تخلص خلص طب لو رجع بعدها اليوزر يضيف هم ما بتقدر وقفوا السيستم لان الري حجمها ثابت ما بدر ازيد عن عشرة طب ثواني ثواني لو اجيت قلت له خيار ثلاثة ده احذف موظف الري ما بنقص حجمها الري دائما لازم حجمها عشرة دك تحذف موظف يعني عند جدك تلغي السطح مش تتحللين فاضي بدلغي 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 الموظف كامل مش ده افق خلايا الري لا الري العادية لا يحدث منها خلية خلص عجبنا خمسة في خمس خنات ممنوع جو سيرو اربعة الري العادية لا توفي باحتياجات السيستم اللي كبيرة زي هي ولا الاصح الاصح يا شباب لو هاي خلينا واقف الرن هذا ما يضله الشغال هاي وعدين هاي وقفنا خيس هون بجيش عرف الري ولا هاي ها هاي بدي عرف الري dynamic تكبر وتصغر زي ما بدي ويملهاش حجم من البداية هما شبون هلو في عندي كلاس جاهز في الجابا اسمه الري لانه كلاس يبدأ بحرف capital list بقمس كنترل اسميس عشان اختار هاد اختيار هيا هيا هل عندي كلاس جاهز في الجابا اسمه الري list لما اختارو بستخدام كنتر اسميس وامس انتر وتماتيكلي الجابا عملة import هاي شايفين هون ضافت عالبكيج تبعتي كلاس جاهز من الجابا utility من ادوات الجابا ايش اسمه الري list فصار عندي كلاس مندمج ضمن مشروعي اسمه الري list كل واحد طيب شو بدي اسمي الري انا بحب دائما اسمي الري list 1 طبعا الري list 1 الري list من نوع employee هيك اللي صمموها واسمها ARR وما بحط brackets لانه ما لها حجم تساوي new array list نفس data type ويستطيع تحكيله هون تستطيع تحطي الري list نوع employee وكوشين هون طبعا هاي صغة اني عرفت انا ما لها حجم صفر تحت ويولئنا الري list من البداية هاي الري list باقدر عمل عليها اضافة موظف باقدر عمل اضافة موظف ادور انه موجود ولا مش موجود وهكذا كل الاوامر اللي اردتكم يا في البداية هلا بقول لك لما تعرف الري list هذا التعريف انا عرفته صحيح simplified التسهيل دائمون هي الري من نوع employee وبتحكيله هون الري list للتسهيل بقول لك عندك حرية الخيار يا بحكي نفس اسم اللي كلاس او بين الديامون هاي اشارة دائمونت اللي هي اكبر اصغر جنب حتى الجابة حطط لي هون نخط اصفر تحكيلها فلاحظها هون بقول لي يوز دائمونت انترفيس يعني لما تعرفها بتقدر تعرفها هيك او الاسهل انك ايش تسويها يعني هلا عندي اسمها ARR ملهاش حجم لسه فاضي مش زي الري العديل لازم يكون مصرح في خمسة في عشرة في عشرين ما لها ولا اي خانة فيها من نوع ايش بتحمل مش انتجر ولا double ولا string ايش بتحمل بس الابجيكت من نوع ايش حجمها صفر بس بدي اوقف لحد هون لانا مش رح يكفيني الوقت ثمان دقايق انو اشرح ولا اكمل نا خلص مش رح يكفت حرار هلا انا سويت كنتينر اصير اقدر اضيف عليها هلا المخاضرة الجيدة اكمل معاكم هلا عرفت الاري وعندي مينيو بدي لما اعمل عن جد هيك اجل اكبس اف ستة مثلا بليش احكي له واحد واكبس انتر اش يطلب مني يقول لي دخلي رقم الموظف دخلي اسمه دخلي رقم رح ادخل الابجيكت من نوع واعبي هذا الابجيكت وبعد ما اعبي وين اودي يتخزن بالاري اضيف لي مثلا موظفين 3 اربع عشر قد ما بدي بعدين احدفهم بعدين مثلا تضيف لكم خيار انه كيف اعدل مثلا موظف رقم واحد تعدل اسمه مثلا بدال مهو باسم دخلي طلال بدال مراكبه مثلا خمسمية دخليه مثلا سبعمية شيك السيستمس شيك السيستمس الحقيقية تضيف data تعملها انسير تعملها update تعدل محتويات تعملها delete تحذفها كاملة تفضيها وتقدر تسترجع واحد من البيانات موظف مثلا واحد او جزء من معلومة موظف او كل الموظفين حر هايك السيستمس فالمحاضر اليه دورجيكم كيف نضيف موظفين كيف نطبعهم كيف نحدفهم كيف نحضر مثلا ازيد مثلا خيار هون 6 مثلا update مثلا تعمل update لموظف مين هو الموظف والله اللي رقم هالأدة روح جب ليها جب المعلومات ويقول لي الله حرق شو بدك لشي جديد وعدد بعدين اعمل search ادور هذا الموظف موجود او لا من خلال رقمه او من خلال اسمه او من whatever شو بدكم نعملها كما بدكم و اعملهم sort بنائل على الرقم على الاسم بدك احب عدة خيارات وارديكم كمان مثلا الاذكة من هذه مثلا بدلا بحكي sort by name اعمل قائمة اسمها sort استخدار sort يسأل تطلع لك قائمة تانية ويقول لك sort by by number by name by salary سبيل المثال بعطين خلال بقدر اخط خيار بقدر اخط خيار مثلا عرف variable كيف تخليه يلف قد ما بدك لحد مدخل قيمة اللي هي central loop وقل لي ما اخدش the do while هاني وارجيتك اياها شو the do while do while اجتمر في الدوران طالما انه الشرط هذا true لما يصير false بطلع والdo while يكتبرها semi-colon عشان يفرق الكمبيلر بينها وبين ال while العادية لانه اذا شلت هاي بيعتبرها وائل عادية هاي عشان يفهم انه هاي مش وائل عادية هاي do وحطوا ليش بنهيتها هون و switch already انتو اخدتوها فاقلت لك في عندي انا 6 خيارات هاي هوا والسامع اللي هو default انه اطلع بره منها كل واحدة شو تسوي هذا هو كل اللي شرحته اليوم محاضرة الجاي بكمل معاكم على RELIST في اسئلة لحد هون طب خلينا اخذ حضور غياب هاي بوقف stop share خلينا اخذ حضور غياب